السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير فوائد مشروب الليمون بالنعناع وأفضل طريقة لتحضير مشروب عصير الليمون بالنعناع سواء البارد أو الساخن ده اللي هنتعرف عليه في فيديو النهاردة أولا سنتعرف على فوائد الليمون يساعد عصير الليمون أو حتى صمار الليمون على علاج نزلات البرد والإلفلونزا وما قد يرافقها من ارتفاع في درجة حرارة الجسم كما أن الليمون هو أحد العلاجات الطبيعية الهامة لالتهابات الحلق وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا يساعد تناول عصير الليمون أيضا على مكافحة أمراض القلب والشرائين وذلك بسبب غناب مادة البوتاسيوم البوتاسيوم بيساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وبيحفز الجسم على الاسترخاء بدنيا وعقليا كما أن وجود فيتامين سي في الليمون يساعد على الحفاظ على صحة القلب أيضا من فوائد الليمون أنه يساعد في تعزيز امتصاص الحديد والليمون أيضا فوائد عديدة للبشرة فهو يساعد في تقليل أصار حب الشباب وعلاج الندبات أيضا الليمون يساعد في تحسين صحة جهاز المناعة وعلاج عصر الهضم ومكافحة أمراض ونزيف اللسة أما عن فوائد النعناع فهي عديدة أيضا حيث أثبت الدراسات العديد من الفوائد للنعناع النعناع يعمل على زيادة إفراز ونشاط الورد اللعابية والإنزيمات الهاضمة مما يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم ويساعد في علاج حالات عصر الهضم ومشاكل القولون من فوائد النعناع أيضا أنه مهدئ لألام المغص وتهديئة تقلصات المعدة ويساعد في التغلب على الحموضة والتخلص من انتفاخات البطن يعمل أيضا النعناع على تعزيز صحة الفم ومحاربة رائحة الفم الكريهة كما يساعد النعناع على محاربة البكتيريا المسؤولة عن تسوس الأسنان ولذلك يستخدم في معجون وغسول الفم تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصة والهوائية والرئتين ويفيد في تخفيف السعال وترض البلغم كما أن له خصائص مضضة للالتهابات ويساعد كذلك على محاربة البكتيريا وتخفيف التهابات الجهاز التنفسي يساعد النعناع أيضا على تسكين الألام خاصة ألام المعدة والعضلات والصدع ويساعد في تخفيف ألام الدورة الشهرية ومن فوائد النعناع رائحته المميزة له التي تساعد على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد تناول بضعة أوراق أو استنشاق رائحة النعناع يساعد أيضا في علاج الغسيان خاصة غسيان الصباح وقد أسبرت العديد من الدراسات أن استنشاق رائحة النعناع القوية يساعد على تحسين الزاكرة والوظائف المعرفية وزيادة اليقظة والتركيز طريقة تحضير مشروب الليمون بالنعناع طريقة عمل مشروب الليمون بالنعناع البارد المكونات حزمة من أوراق النعناع وأربع حبات من الليمون وأربع كؤوس من الماء يقطع الليمون إلى شرائح دائرية بعد التخلص من البزور ثم توضع في الخلاط وتضاف إليها أوراق النعناع الأخضر ثم يصب عليها أربعة كؤوس من الماء وتخلط في الخلاط الكهربائي بشكل جيد ويقدم بعد ذلك هذا المشروب بشكل بارد أما عن طريق تحضير مشروب الليمون بالنعناع الساخن فيتم ذلك عن طريق إضافة عصير الليمون إلى الماء الذي سبق غليه ثم يضاف عليه بعد ذلك أوراق النعناع ويغطى ويترك فترة ليبرد يمكن تحليط أي نوع منهم عن طريق السكر أو عن طريق العسل ويفضل إضافة عسل النحل للتحلية وبذلك نحصل على فوائد من الليمون وفوائد من النعناع وفوائد من العسل وبكده فيديو النهاردة يكون خلص أتمنى يكون الفيديو عجبكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك للفيديو اللي بيشوفنا الأول مرة ياريت يشترك في القناة ويفعل زل الجرس عشان توصلوا دايما فيديوهاتنا الجديدة شكرا جدا لكم على المشاهدة ونشوفكم دايما على خير وربنا سعد دايما أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته